نزع فاتيلي ما قد يكون أكبر قنبلة موقتة في العالم ينفذ حالياً في البحر الأحمر بهذا وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتايريس عملية النقل المعقدة لمليون برملي نفط من سفينة صافر المتداعية إلى سفينة أخرى بديلة عملية سحب حمولة ناقلة النفط صافر المهجورة قبالة ميناء الحديدة والتي صنعت قبل 47 عاماً وتستخدم كمنصة عائمة للتخزين منذ ذلك الحين ولم تخضع لأي صيانة منذ عام 2015 حين تصعدت حدة الحرب في اليمن تهدف إلى تجنب كارثة بيئية حذرت منها بشدة الأمم المتحدة على مدار السنوات الأخيرة الأمم المتحدة توقعت أن عملية النقل من سفينة المتهالكة للجديدة نوتيكا ستستغرق مدة ثلاثة أسابيع وهي تأمل أن تزيل العملية التي تبلغ تكلفتها 143 مليون دولار مخاطر وقوع كارثة قد تتسبب بأضرار قدرتها بعشرين مليار دولار فمن شأن تسرب النفط أن يعيث فساداً في الحياة البحرية باليمن وقرى الصيد والموانئ الحيوية كما يمكن أن يعطل الحركة البحرية الدولية بين مضيق باب المندب وقناة السويس التي تؤدي إلى البحر الأبيض المتوسط كافحت الأمم المتحدة لسنوات للحصول على إذن لتدخل كما سعت بشدة لجمع الأموال اللازمة لتمويل العملية وحان الوقت لبدء العملية التي يأمل الكثيرون أن توقف كارثة بيئية قد تكون الأضخمة في الوقت الحالي